اشتركوا في القناة كغيث همال الدنى واستقر عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا ربوة من رب السالفي وإيماط برق لبعض السير هنا النبع عذب يروي الظمى ويروي لنا المبتدى والخبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قلنا فيما مضى إن ربيعة وإذا له أولاد اشتهر من ولده اثنان ضبيعة وأسد وضبيعة أيضا اشتهر من ولده اثنان وهما الحارث وأحمس فمن بني الحارث بن ضبيعة بن ربيعة بنانة بنانة هم بنوا سعدي بن الحارث بن ضبيعة بن ربيعة وبنانة أمهم ونسيبوا إليها وبنانة رهط ثابت بن أسلام البناني الإمام القدوة الزاهد صاحب أنس بن مالك الصحبي رضي الله عنه صاحب أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة أربعين سنة وهذه الصحبة وهذا يمكنه أن يقول شيخي هو أنس بن مالك لأن عندما تطول الصحبة يحصل الانتفاع العظيم وكان أنس رضي الله عنه يحب ثابتا هذا ويقول رضي الله عنه إن للخير أهلا وإن ثابتا البنانية من مفاتيح الخير ويقول حميد الطويل كنا نأتي أنس بن مالك ومعنا ثابت البناني فكان لا يمر بمسجد إلا دخل وصلى فيه طبعا فيصلونهم إلى أنس بن مالك قبل أن يأتي فإذا دخلوا على أنس رضي الله عنه فلم يروا معهم ثابتا البناني سألهم أنس رضي الله عنه يقول لهم أين ثابت ثم يقول لهم إن ثابتا دويبة أحبها وكان عابدا كثيرا لاجتهاد في العبادة عظيما لاجتهاد فيها قال شعبة كان ثابت يقرأ القرآن أي كاملا في كل يوم وليلة هذا دأبه إلى أن عجز عن ذلك في آخر عمره فدع الله أن يأخذه لأنه أصبح يوما فقال لإخوانه الذين معه لم أقدر على القيام بمثل ما كنت أقوم به وما قدرت على الصوم وما استطعت أن أنزل إلى أصحابي فأتذكر معهم اللهم إذ كان ذلك فلا تدعني في الدنيا ساعة يقال إنه ما تأثر ذلك ولعل سامعا يعجب ونحن في الحقيقة أيضا نعجب عن هؤلاء الذين يختمون القرآن في يوم وليلة وهذا كثير لكن أعجب منه عندما يقال كان يختم القرآن في ليلة وقبل أيام قليلة جلس إلي إنسان يحدثني عن حميه عن أبي زوجته وكان شيخا له وكان من حفظه القرآن ودرسه وزوجه ابنته وهذا من أعظم ما يمكن أن يصنعه الشيخ بتلميله قال لي هو إن هذا الشيخ كان مداوما على قيم الليل مداوما عليه فكان مرة سامع عن فلان أنه قام الليل بقرآن كله قال فاستعظم ذلك وهو معتاد على القيام قال وكان يقوم في الركعة قياما طويل لكن مع ذلك لا يستطيع وهو نفسه يستبعد أن يقام الليل بالقرآن كله في الصلاة قال له كيف يصنع الإنسان فكان يراه من المبالغات ويعده من التجوز في الحكايات عن الصالحين قال يقول لي هذا زوج ابنته وأنا الشخص المتحدث عنه متوفى قال لي فقال في ليلة اليوم سأحاول أن أقوم بالقرآن كله أنظر هل هذا الشيء ممكن أم ليس بممكن قال فصاحبي محدثي قال فقمت إلى جانبه أصلي معه قال فركع الركعة الأولى عندما ختم سورة التوبة هذه عشرون حزبا عشرة أجزاء في ركعة قال في تلك الليلة ختم القرآن في قيمه بالليل ف سأل الله أن يسلك بنا ما سلك به همم هذا أناس عرفوا ما قصدوا فهان عليهم ما بذلوا فمنهم ثابت للبناني هذا وأما أحمس نحن قلنا إن ضوبيعة واشتهر له ولدان وهما الحارث وأحمس والحارث منهم بنانة هؤلاء وأما أحمس فمن رجالهم المشهورين المتلمس الشاعر واسمه جرير بن عبد المسيح بن زيد بن عبد الله بن زيد بن دوفن بن حرب بن وهب بن جلي بن أحمس بن ضوبيعة بن ربيعة بن بن نزال بن معد بن عدنان شاعر ربيعة في زمانه وهو خال طارفة بن العبد الشاعر أيضا صاحب المعلقة وأنتم سمعتم أن اسمه جرير بن عبد المسيح وإنما لقب بالمتلمس حتى غالب عليه وكاد ينسي اسمه قوله في قصيدة فهذا أوان العرض طن ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس وهذا البيت بن قصيدة له كانوا يستجيدونها يقول فيها ألم تر أن المرأة رهن منية صريع لعافي الطير أو سوف يرمس إما ستأكله الطير وإما سيدفن ألم تر أن المرأة رهن منية صريع لعافي الطير أو سوف يرمس فلا تقبلا ضيفا مخافة ميتة فموتا بها حرا وجلدك أملس فما الناس إلا ما رأوا وتحدثوا وما العجز إلا أن يضاموا فيجلسوا والمتلمس له شأن مع صحيفة صارت العرب تضرب بها المثل فيقال هذا يحمل مثل صحيفة المتلمس روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما أن عيينة بن حسن والأقرع بن حابس أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمر معاوية رضي الله عنه أن يكتب لهما بما سأله فكتب معاوية صحيفتين وخاتمهما وأعطى الأقرع صحيفة وعيينتها صحيفة قال فأما عيينة فأخذ صحيفته ولفها وانطلق إلى قومه وأما الأقرع فقال يا محمد أو يا رسول الله هما كان طبعا من المؤلفة قلوبهما فإذا ناد يا يا محمد فلا يستغرب ذلك منهما لأنهما في هذا الزمن كان إسلامهما ما زال مدخولا أتظنني حاملا إلى قوم صحيفة لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس فصحيفة المتلمس هذه شأنها أن المتلمس كان هجا عمر بن هند الملك المعروف وهجاه أيضا ابن أخته طرفة ابن العبد البكري وبلغ هجوهما المهجوة عمر بن هند الملك فأسرها في نفسه تغيضا عظيما ولكنه أسرها في نفسه ولم يبدي لهما ذلك التغير ثم إنهما مدحاه وقصده بتلك المدحة فكتب لهما أراهما أنه سيكرمهما ويحبوهما وكتب لهما إلى عامله بالحيرة وقال لهما انطلقا لتأخذ جائزتكما من العامل بالحيرة وإنما كتب لعامله الأمر بقتلهما فختم الكتابان وأعطي كل واحد كتابه وانصرفع فلما قربا من الحيرة قال المتلمس ابن أخته طرفها كلانا قد هج الملك ويعني هو متوجس خيفة من هذا الكتاب قال لو أراد أن يحبونا لا أعطانا في مكاننا لماذا يبعث بنائي الحيرة لكن طرفه يقول في نفسه ولو أراد أن يقتلنا لقتلنا في مكاننا لماذا يبعث بنائي الحيرة يقول المتلمس لو أراد أن يعطينا لا أعطانا في مكاننا فهلما فلندفع كتابينا إلى من يقرأ فإن كان فيهما خير دخلنا الحيرة وإن كان غير ذلك فررنا ولم يعلم بمكاننا فقاله طرفه ما كنت لأفتح كتاب الملك وأفض خاتمه فلما استيأس لمتلمس من ابن أخته رأى غلاما من غلماني الحيرة فقال أتقرأ يا غلام قال نعم قال هلما قرأ هذا الكتاب فلما نظر فيه الغلام قال ثكلة المتلمس أمه هذا كان كافيا للمتلمس أن يعلم أنه الشر الذي في ذلك الكتاب فألقى صحي فقال لطرفه إن الذي في كتابك مثل الذي في كتابي فهلما ادفع كتابك ليقرأه فقال له طرفه إن كان اجترأ عليك فما كان لي اجترأ علي ويغر سدور قومي بقتلي فلما لم تنجع حيله ألقى المتلمس صحيفته وانطلق ودخل طرفة من العبد الحيرة فقتله عاملها فصار يدرب المثل بصحيفة المتلمس لكل من يحمل في يده ما فيه حتفه وليس يعلم به وقال هو بعد ذلك قال المتلمس من مخبر الشعراء عن أخويهم نبأا فتصدقهم بذاك الأنفس هلك الذي علق الصحيفة منهما ونجاح ذار حبائه المتلمس وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبعده فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستفسر استبصار كيف أتى القوم وكيف صار يمضي على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبلي ويترك الجهل لأهل الجهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر